المرور تصدر تنويها بشأن الدوام يوم السبت في دوائر التسجيل اصدرت مديرية المرور العامة اليوم الخميس تنويها بشأن الدوام يوم السبت في دوائر التسجيل وذكرت المديرية في بيان انه من اجل تخفيف العبء عن المواطنين وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي رعد مهدي عبدالصاحبي بان يكون يوم السبت المقبل الموافق 25 الاول 2024 دواما في مجمعات التسجيل ببغداد والمحافظات لا غرض طبعة وتثبيت على اللوحات فقط واضافت ان من لديه معاملة منجزة وقد تسلم سنوية المركبة والمتبقي طباعة وتثبيت لوحات التسجيل بإمكانه التوجه الى مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لطباعة وتسلم وتثبيت لوحات مركبته